أفدت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم سنة 2019 أظهر تبط أن في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2.5% عوض 3.1% برسم سنة 2018 وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2019 أن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي شكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني هذا التبطء راجع إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.8% مقابل ارتفاع قدره 3.7% سنة 2018 وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3.8% لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2.9% سنة من قبل واضفت المندوبية السمية للتخطيط أنه مع نمو الدرائب على المنتوجات صافيا من الإعلانات بنسبة 2% عوض 4.6% السنة الماضية انتقل الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3.1% سنة 2018 إلى 3.5% خلال سنة 2019